اشتركوا في القناة التأمل والتمعن قليلا في العنوان وبعده في الصور لا شك أنكم أحسستم بالفرح عند سماعكم لكلمة النهر لكنكم تساءلتم عن قصوة كلمة يغضب بعد هذه الحصة من درس الحكاية يجب أن نكون قد تعرفنا على جمال الطبيعة وعما يمكن أن يكدر صفو هذا الجمال من تلويس للبيئة وعدم احترام نظافتها والآن ماذا تتوقعون؟ أرجو أن تستمعوا جيدا للنص النهر يغضب كانت نجمة تجلس كل صباح على ضبة النهر تتأمل مياهه الصافية وأسماكه الوفيرة وهي تسبح وتتسابق ذات يوم دنت سمكة من نجمة وقالت لها مرحبا بك يا نجمة ذهشت الفتاة لما سمعت فسألتها أتعرفين اسمي؟ قالت السمكة أكيد أنا أراك كل يوم وأسمعك وأنت تنشدين فأتمايل وأحرك زعانبي فرحا بقدومك ابتسمت نجمة وقالت كم وددت أن أكون سمكة مثلك لأغوص في أعماق الأنهار وأستكشف ما بداخلها ردت السمكة أنت فتاة ضريبة ومهدبة لذا أعدك أن أحكي لك كل ما تريدين معرفته ومنذ ذلك اليوم ونجمة تقابل صديقتها السمكة وتتبادل معها أحاديث مسوق عن أعماق الأنهار وبعد أيام اختفت السمكة فقلقت الصبية وأخذت تسأل عنها ولم تتوقف حتى اقتربت منها سمكة وقالت لها وهي تبكي أنا حزينة صديقاتي السمكات مريدة وتموت منها أعداد كبيرة كل يوم بسبب تلويت السكان لماء النار النار غاضب وسينتقم ذو عرت نجمة وتساءلت يا إلهي ماذا سيفعل وفي اليوم الموالي استيقظت نجمة من النوم وذهبت كعادتها إلى الحمام لكنها ما وجدت ماء أسرعت إلى النافدة ونظرت إلى النهر فلم تر به ماء فصح يا لامن كارتة قد غضب النار ونفد تهديده ورحل عنه ماذا سيحدث لنا فكرت نجمة ثم اجتمعت مع أطفال القرية واتفقوا على القيام بحملة للتوعية فطرقوا كل الأبواب ونسروا منصورات توضيحية وأرسلوا رسائل صوتي لكل السكان يدعونهم إلى الكف عن تلويت وتبدير مياه النهر استجاب الجميع وبعد أيام قلائل عادت المياه إلى النهر صاقية رقراقة ورقصت السمكات فرحا واخضرت الأرض والآن ما هو الموضوع الذي تعالجه هذه الحكاية من هم أهم سخصياتها في أي زمن تدور أحداث حكايتنا ما هو المكان الذي تجري فيه الأحداث أدعوكم الآن للتعبير شفهيا بأسلوبكم الخاص عما فهمتموه من هذه الحكاية